سلبيات الإعلام الجديد خصائص الإعلام الجديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذه الآية من سورة الحجرات ولها علاقة بدرسنا سلبيات الإعلام الجديد سلبيات الإعلام الجديد أولا الإنحياز والميول ومعنى ذلك هو الميول لصف دون آخر عند طرح أي عملية إعلامية تحريف وتزوير الحقائق أيضا هذه من سلبيات الإعلام الجديد ضعف المصداقية في بث بعض المواد الإعلامية ضياع حقوق النشر والملكية الفكرية أيضا هذه من سلبيات الإعلام الجديد فيكثر مع ذلك عمليات النسخ دون مراعاة الحقوق الملكية تكوين مجتمع استهلاكي هيمنت شركات عالمية على وسائل الإعلام ضعف الرقابة والتحكم تناقص مدى استيعاب الوظائف جميع هذه النقاط هي من سلبيات الإعلام الجديد ضرر ضعف الرقابة والتحكم يسعى أصحاب الأهداف المناوئة والطائفية والمنحرفة إلى استغلال خاصية تجاوز وسائل الإعلام الحديث للحدود المكانية والرقابية في نشر الشائعات والدعوة إلى الأفكار التي من شأنها إثارة الفتن وزعزعة الأمن وإنشاء سوق افتراضية لترويج السلع الممنوعة أذكر مثالا على ذلك لدينا أمثلة كثيرة على ذلك ومنها التسويق للمخدرات رغم مكافحة المخدرات لهذه الآفة الخطيرة ووسائل الإعلام تساعد أحيانا في تسويق هذه المادة الممنوعة خطورة ضياع حقوق النشر والملكيات الفكرية اتسعت عمليات الاستيلاء على حقوق النشر والملكيات الفكرية وضراءات الاختراع مع تطور وسائل الإعلام الجديد وهذه سلبية كبيرة جدا وأصبح الأمر في ذلك أكثر توفرا وسهولة مع الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة حديثا الملخص لدرسنا لهذا اليوم أولا عرفنا سلبيات الإعلام الجديد وذكرنا منها الانحياز والميول تكوين مجتمع استهلاكي تحريف وتزوير الحقائق هيمنة شركات عالمية على وسائل الإعلام ضعف المصداقية في بث بعض المواد الإعلامية وضعف الرقابة والتحكم أيضا ضياع حقوق النشر والملكيات الفكرية ثم تناقص مدى استيعاب الوظائف أما ضرر ضعف الرقابة والتحكم فهذا يساعد على نشر الشائعات والدعوة إلى الأفكار التي تثير الفتن وتزعزع الأمن وترويج المخدرات وغسيل الأموال خطورة ضياع حقوق النشر والملكيات الفكرية تؤدي ذلك إلى عمليات الاستيلاء على حقوق النشر والملكيات الفكرية وبراءات الاختراع مع تطور وسائل الإعلام الجديد وأصبح الأمر أكثر توفرا وسهولة مع الإمكانيات التكنولوجية الحديثة